في الجانب الغربي من محافظة حضرموت تقع مديرية رخيا في إحدى أودية حضرموت وهو وادي منعزل نسبيا عن المراكز الرئيسية للمحافظة ويعتمد أهالي رخيا على الزراعة والتجارة والاقتراب في الدول المجاورة قمنا بعداد خطط أول ما استلمنا المديرية وكان هناك تقدم نوعا ما في عدة جوانب سواء كان في المياه في الصفحة في الكهرباء في التعليم ولكن ليس بالشكل المطلوب والكامل ولكن نعتبر هذا إنجاز تطور ملحوظ في البنية التحتية من خلال مد الطرق التي كانت تفتقر إليها المديرية في السابق كما جرى تشهيد وبناء المرافق الصحية أما في جانب التعليم فيشكو مكتب التربية بالمديرية من نقص حاد في المعلمين ونقص في المستلزمات والأثاث والكتاب المدرسي كما أن المدرسة الثانوية الوحيدة بالمديرية تفتقر للمعامل والمختبرات التعليمية للطلبة تتميز مديرية رخيا بالعديد من الأثار والتحف المعمارية القديمة إذ أسفرت المسوحات الأثرية التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية السوفيتية قبل عقود من الزمن عن اكتشاف مقابر يعود تاريخها إلى فترات بين الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد كما كشفت أيضا عن مدينة قديمة يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام بالإضافة إلى القلاع والحصون المنتشرة في المديرية حدد مسعد قناة بلقيس من مديرية رخيا بحضر موت